يوم الأربعاء التاسع من شهر نيسان في سنة الثالثة بعد الألف الثانية من الميلاد كانت بغداد على موعد مع غزو أمريكي أعاد للذاكرة الغزو المغولي للمدينة ذاتها قبل نحو سبعة قرون ونصف القرن غزى الأمريكيون بغداد وعاثوا فيها فسادا فقتلوا من الناس خلقا كثيرا ودمروا من البيوت والمباني المدنية والعسكرية الكثير ونهبوا كل ما طالته أيديهم من خيرات العراق غير أن الأثر الأسوأ للغزو الأمريكي لم يظهر في ذلك اليوم بل عاشه العراقيون ويعيشونه كل يوم منذ ذلك التاريخ عملية سياسية جديدة زعم أنها ستأتي للعراقين بالحرية والديمقراطية فإذا بها تجمع للفاسدين الطامعين في المال والسلطة ليجد العراقيون أنفسهم في مواجهة نظام سياسي فاسد قائم على المحاصصة العرقية والطائفية التي أثمرت بدورها ميليشيات تحمل السلاح بفتوى مذهبية وتدين بالولاء للنظام الإيراني وتوجه فوهات بنادقها نحو صدور العراقيين إنهم طالبوا بحقهم في وطن حقيقي يضمن لهم الحرية والعدل والعيش الكريم بالطبع لا يتوقف الأمر عند النظام السياسي فالوضع الاقتصادي في العراق باد لكل ذي نظر أزمات مالية متفاقمة وتدمير ممنهج للقطاعين الصناعي والزراعي نجم عنه ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة في ظل الاعتماد على عائدات النفط كمصدر شبه وحيد للدخل القومي في العراق 19 عاما على الاحتلال الأمريكي ولا تزال تداعيته تتفاقم ولا يزال العراقيون في مواجهة آثار ما يؤكد صحة مشروع القوى المناهضة للاحتلال في العراق ذلك المشروع الذي يؤكد أن إنهاء أزمات العراق والسعادة سيادته لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال بكل صوره وإسقاط كل تداعياته وإفرازاته بما يتضمن تلك العملية السياسية الفاسدة